اشتركوا في القناة عن الوتر اذا صليته تماما بعد صلاة العشاء ثم اردت بعد ذلك ان تقوم الليل او ان تصلي ركعات اخرى فكيف تفعل اولا الفرق بين الشفع والوتر الشفع نقول هذا عدد شفعي هو عدد مزدوج اثنان اربعة ستة تمانية عشر وهكذا هذا هو العدد الشفعي والعدد الوتري هو العدد الفردي واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة هذا من ناحية اللغة بالنسبة للشفع استلاحا معروف عندنا بعد صلاة العشاء نصلي الشفع والوتر نصلي الشفع والوتر بالنسبة للشفع هي ما يسمى بصلاة الليل صلاة الليل صلاة الليل واسمه هي هي الصلاة التي تكون بعدها صلاة العشاء اي اخر صلاة عندنا في اليوم هي صلاة العشاء فالصلوات التي نقوم بها من نوافل تسمى هنا قيام الليل وقيام الليل يكون مثناء 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 يتكون اثنان تسلم اربعة اثنان اخرى تسلم اثنان اخرى تسلم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تقريبا في كل ليلة على الاقل 11 أركعة 11 أركعة صلى الله عليه وسلم اثنان 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 ثم اثنان عشرة وركعة او اثنان 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 ثمانية والوتر ثلاثة متتابعة لا يجلس في الثانية اذا فما معنى الشفاء هو صلاة الليل مثناء مثناء متى تصلى تصلى اما في اول الليل اي بعد صلاة العشاء الثلث الاول من الليل او تصلى في جوف الليل 12 ليلا الى غاية ثالثة صباحا او في اخر الليل والثلث الاخير من الليل اذن هنالك ثلاثة اوقات ثلاث اوقات لصلاة القيام او تهجد هنالك الثلث الاول من الليل جوف الليل واخر الليل اما عدد الركعات منتع قيام الليل او الشفاء اقلها اركعتين اقلها اركعتين ثم لا حدود بعد ذلك لعددها تصلي ما شئت من الليل الوتر الوتر هو ان تختم قيام الليل بعدد فردي واحد ثلاثة خمسة وهكذا ولكن المعروف عندنا المشهور هو واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ويتر يحب الوتر وكان اخر صلاته من الليل ويترا فالانسان يصلي الوتر بعد تمام قيامه للليل حسب عدد الركعات التي يفتح الله به عليها هذه معروف ان شاء الله سبحانه ويترا لان متى يصلى الوتر اما ان تصليه ان شاء الله مباشرة بعد صلاة العشاء حينما تصلي الشفاء والوتر او ان تتركه اذا كنت قادرا على الاستقاظ قبل صلاة الصبح بنصف الساعة مثلا فتختم ان شاء الله تبارك وتعالى الليلة بالوتر قبل صلاة الصبح كان عمر رضي الله عنه يختم الليلة بصلاة الوتر وكان ابو بكر ينام ثم يصلي الوتر قبل صلاة الصبح والنبي صلى عليه وسلم حينما سأل عمر عن سر ذلك قال انه يريد مثلا ان يكون عازما وحازما وانه يريد ان يختم ان شاء الله تبارك وتعالى الليلة ان لا ينام قبل ان يوتر وابو بكر الصدق رضي الله تعالى يقول انه ينوي ان شاء الله تعالى ان يقوم وان يستيقظ مبكرا لصلاة التراويع لصلاة قيام الليلة ثم يختم بالوتر وكلاهما اقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لان السؤال لانسان صلى العشاء ثم صلى الشفاء ثم صلى الوتر ثم نام فاستيقظ في الليل هل يجوز له مثلا وقد صلى الوتر قبل ان ينام ان يعاود قيام الليل نعم يجوز له ان يعاود قيام الليل يصلم اثناء اثناء لكن لا يوتر مرة اخرى فالوتر هو مرة واحدة هذا كل ما في الامر اذا فا قيام الليل عنده اوقات اول الليل اوسط الليل اخر الليل قيام الليل يكون مثناء مثناء ثم من السنة ان يوتر الانسان بعد تمام قيام الليل اما بعد صلاة الليل مباشرة بعد صلاة العشاء اما في جو في الليل اذا قام الليل هناك وتهجد واما في اخر الليل هذا ان شاء الله تبارك وتعالى بالنسبة للوتر اذا صلى العشاء وصلى قيام الليل واوتر ثم قام في الليل نعم يجوز له ان يصلي قيام الليل حتى ولو اوتر لكن شريطة لا يعيد الوتر مرة اخرى هذه امور يسأل عنها الاخوان خاصة وانحن على موعد مع شهر رمضان خاصة شهر رمضان معروف بصلاة التراوية يتكرر هذا السؤال كثيرا وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد